اهلا بكم في عائدة الجلدية والتجمين معكم الدكتورة اي هتكلم النهاردة عن رؤوس السودة مشكلة كبيرة بتواجه كتير قوي مننا وخاصة لو كانت موجودة على الانف او حول الفم بتظهر بكترة في البشرة الدهنية اكتر وده نتيجة تراكم الدهون وبقايا الجلد داخل المسامات وبتكون اللون الاسود نتيجة الاكسادة وما لهاش اي علاقة بالنظافة خالص يعني مش معنى رؤوس السودة ان انت كده هوت مأثرة في النظافة لا هو يعتبر كمان نوع من انواع حب الشباب ومفروض ان احنا ما نضغطش عليها باليد او نلعب فيها عشان ما يحصل لهاش تهيج ويحصل لها التهبات ايه هي بقا طرق التخلص من الرؤوس السودة اول حاجة غسل الواجه مرتين يوميا بغسول مناسب تاني حاجة هنحط كريم ليلي مكشر زي ادابلين جل او اكني فري كريم دهان ربع ساعة نصف ساعة بالليل وهنشطفه بمية مش هنشطفه بغسول بس اخلي بالكم ان هو ممنوع في الحم لأول تخطيط الحم تالت حاجة لاصقات ازالة الرؤوس السودة هتستخدميه ازاي؟ اول حاجة هتغسلي وشك بالغسول المناسب بعدك هتعملي حميم بخار الوجه لمدة 20 دقيقة او ممكن انتي تغمسي قطنة في مية سخنة وبعد كده تحطيها على الانف وبعد كده هتبلي اللزقة من ظهرها بمية دافية وتحطيها كويس وتضغطي عليها وتسيبيها نصف ساعة وبعد كدش ليها هتلاقيها شارت كتير جدا من الرؤوس السودة وشعر الانف السوية رابع حاجة ازالة رؤوس السودة عند الطبيب وبيكون بيستخدام الالة دي خامس حاجة عمل جلسات تأشير ودي بتكون نتائجة هيلة جدا وما تنسوش لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير لي ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعالوا الجرس عشان يمصلكم كل فيديو جديد بقدموا ولو لكم اي سؤال او استفسار او حابين ان احنا نتكلم عن موضوع معين ياريت تسبولي في التعليقات شكرا